كرث حياته لدراسة الزلازل وقياسها والتعرف على الظواهر المرتبطة بها تشارلز فرانسيس ريختر عالم زلازل وفيزيائي أمريكي من أصول ألمانية ولد عام 1900 في ولاية أوهايو بدأ ريختر دراسته في المدارث العامة في لوسانجلوس والتحق بجامعة جنوب كاليفورنيا ثم أكمل تعليمه في جامعة ستانفورد حيث حصل على البكالوريوس في تخصص الفيزياء عام 2900 تأثر ريختر بمحاضرات روبرت ميليكان الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل والذي كان مديراً لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فالتحق ريختر بالمعهد ذاته حتى حصل عام 28900 على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية بدأ اهتمام ريختر بعلم الزلازل على وجه الخصوص بعدما شرع يعمل بصفة مساعد باحث في مختبر زلازل بولاية كاليفورنيا ثم شكل رفقة مدير المختبر بنو جوتنبرغ ثنائياً منسجماً عمل لسنوات طويلة محاولين اكتشاف طريقة لقياس الزلازل ومقارنتها عام 35900 ألف طور ريختر وغوتنبرغ جهاز لقياس شدة الزلازل وهو عبارة عن أداة تسجل حركة الأرض الناتجة عن أي زلزال تتكون هذه الآلة من وزن ثابت معلق على شكل واس وفي طرفه قلم يلامس أسطوانة من الورق مثبتة بدورها على سطح مستوى وعند حدوث الزلزال يتحرك السطح وتتحرك معه لفافة الورق فيرسم عليها القلم خطوطاً تعكس اتجاهات حركة السطح ويأخذ هذا المقياس في الاعتبار مسافة الجهاز من مركز الزلزال استمر ثنائي ريختر وغوتنبرغ في العمل معاً لرصد النشاط الزلزالي في جميع أنحاء العالم حتى استطاع في أواخر ثلاثينيات من القرن الماضي تطبيق مقياسهما على الزلازل العميقة التي تنشأ على عمق يزيد عن 185 ميلاً تحت الأرض وتكون درجتها على مقياس ريختر ثمان درجات أو أكثر أخذ ريختر على عاتقه مسؤولية توعية السكان بشأن الزلازل فكان يلقي محاضرات حول كيفية تجنب الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات إلى حد كبير أثناء الزلزال مع تقديم التدريب المناسب والتوعية بقواعد البناء توفي ريختر عام 85 تسعمائة وألف عن عمر نهزة 85 عاماً تاركاً وراءه أحد أهم مؤلفاته أساسيات علم الزلازل الكتاب الذي جمع فيه مضامين المحاضرات التي كان يلقيها على الطلاب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالإضافة إلى خلاصة تجربته في دراسة الزلازل ومخلفاً وراءه أحد أدق مقاييس الزلازل في العالم وأكثرها كفاءة وانتشاراً اشتركوا في القناة